هل بعدها تلقيت عرضة من النادي الآلي؟ لا لم يحدث هذا الأمر الزمالك بالنسبة لي هو عائلتي هو أسرتي وكنت مقررا منذ البداية أنني إذا غادرت الزمالك سوف أغادر إلى خارج مصر وليس إلى فريق آخر حتى وإن كان الأهلي هو فريق كبير وقدب كبير في كرة القدم المصرية ولكن حتى هنا في مالي هم يعرفونني من خلال نادي الزمالك وأنني كنت ألعب في نادي كبير في مصر اسمه نادي الزمالك إذن الزمالك هو عائلتي التي لا يمكن أن أنسها أبدا هل ما زالت على تواصل مع أحد من زملائك في نادي الزمالك وقتها أو مع جماهين نادي الزمالك كان لدي بعض الاتصالات ولكن كما تعلم أن أرقام التليفونات تتخير من وقت لآخر والحياة تأخذ الجميع لذا فقد بعض هذه الاتصالات ولكن كنت أتحدث لفترة مع أحمد عبد الله ومع نادر السيد من وقت لآخر وحسيما أننا كنا قد التقينا في فرنسا منذ فترة وكنت قد التقيت مع نادر وعادة ما نتحدث ونتكلم في أمور نادي الزمالك وفي شؤون اللاعبين هذا أمر يحدث من وقت لآخر ودائما أبحث عن الفرصة التي ألتقي فيها بأصدقاء القدامة من مصر وأن أعود إلى مصر وأتمنى أن أعود إلى مصر في القريب العجل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر